التسييس وعدم النزاهة والانتقائية في تثبيت الأحكام صفات تميز القضاء في العراق منذ تشكيله بعد عام 2003 فالقائمون على هذا الجهاز لا سيما القضاء يتجاهلون تقارير دولية عديدة انتقدت في وقت سابق كيفية التعامل مع المعتقلين والمتهمين ومن هم قيد التحقيق في السجون الحكومية منظمة هيومن رايتس ووتش تحدثت هذه المرة عن تجاهل هؤلاء القضاءات لحالات التعذيب المتفشية في السجون المنظمة الأممية قالت في تقرير لها إن القضاءة غالبا ما يدينون متهمين استنادا إلى اعترافات منتزعة منهم بالإكراه وتؤكد المنظمة أنها راجعت ملفات ثلاثين قضية أمام محاكم بغداد وحدها وحضرت ثمانية عشر محاكمة جنائية لمتهمين بالصلة بتنظيم الدولة وخلصت في مراجعاتها إلى أن المدعى عليهم لا يحصلون على محاكمات عادلة طالما أن قوات الأمن يمكنها تعذيب الناس دون رادع انتزاع الاعترافات بالتعذيب والإكراه أسلوب لم يعد مستغربا في العراق الجديد فرئيس الجمهورية نفسه اعترف بذلك في مقابلة متلفزة مثلا عندنا ناس محكومين بالإعدام ثم أعيدت محاكمتهم طلعوا أبرئة لماذا في الأول حكم بالإعدام والآن تبرئة كاملة أحكام سريعة مبنية على اعترافات تحت وطأة التعذيب تؤدي في نهاية المطاف إلى إعدام المعتقلين والمحظوظ منهم من تتضح براءته قبل إعدامه بحسب تقرير لوكالة أسوشييتد بريس التي أكدت هي الأخرى أن آلاف المتهمين يساقون إلى المحاكم في جلسات سريعة تخلو من وجود أدلة جنائية ما يزيد احتمال ذهاب الأبرياء إلى المشنقة ويقبع نحو تسعة عشر ألف معتقل في سجون الحكومية بسبب تقارير المخبر السري ويواجه هؤلاء تهم الانتماء أو الصلة بتنظيم الدولة بينما يواجه أكثر من ثلاثة آلاف معتقل حكم الإعدام في ظروف محاكمات ترقى إلى محاكمات صورية اشتركوا في القناة